اشتركوا في القناة سلم هدين نناقش اليوم في هذه الحلقة موضوع تدبير الوضع البيئي أو تدبير المجال البيئي بالنسبة للمجلس الجماعي لمدينة طالبيضة انتك فاعل جماوي ما تقيهمكم لأداء المجلس الجماعي في تدبير الوضع البيئي ونحن نقوم على مشاريع في نهاية المرحلة الانتخابية أو الولاية الانتخابية جماعية يعني هل ينشجلوا على هذا المجلس قبل ما نكلموا عن الوضع البيئي أنه لم يكن تحتمد المقاربة التشاركية يعني في تنفيذ البرامج دياله وتنعرفوا الطريقة يعني كيفية تنزيل البرنامج والمصادقة عليه يعني بعد انطلاق الولاية يعني موحد المدة طاولة عدب الجهة هذا البرنامج وما كانش فيه يعني اشراك حقيقي المجتمع المدني الجاد والفاعل في المدينة يعني ولا بنا نكلموا عن القضايا البيئية يعني لحتى الان ما لمسناش يعني كفاعلين ونا كمشبعين الشق البيئي وما نكلموا عن الشق البيئي هو يعني يعني ماشي غير الفضاءات الخضراء يعني تتدبير ديال ديال النقل وتنقل وتدخل يعني من إطار يعني في إطار ما هو بيئي يعني ما زال ما كناش واحد سياسة بيئية واضحة لها المجالس خاصة يعني مجلس مدينة الداربيدة يعني نهضروا على مدينة الداربيدة يعني نهضروا على المغرب يعني نهضروا على القطب الاقتصادي ديال المملكة ولكن ما هو بيئي يعني مالمسناش يعني كانت بعد كمش نقوله بعض بالمبادرات الليل حتى المواطنين مواطنين لم تنمسوهاش مثلا نتسألنا فين وصل برنامج يعني شجرة لكل مواطن يعني كان غير برنامج ممكن تنبذى ونديرون في اي كانوا تلقوا ذلك اشجار كلهم يتغرسوا كلهم انهم ماجوا نعم ندخلوا لتفصيلة سلمية غير نوضحه للمشاهد الكريم هو انه برنامج عمل جماعة الضالبيدة اعتمد على ستة نقط رئيسية هي تدبير نفاية واعادة تدويرها تهيئة مكاتب الصحة اقتناء واحدات وحدات متنقلة لقياس جودة الهواء ومستوى التلووت احداث مراكز لمراقبة جودة الماء انشاء مساحة خضراء وصيانتها وتجهيزها احداث مراحل عمومية يعني هذة هما رؤوس الاقلام اللي جات في برنامج العمل لجماعة الضالبيدة غير باش نفصلو في هذا البرنامج العمل لاخدنا الشق المرتبط بتدبير النفايات مر مجموعة من المراحل على اختلاف المجاليس حاليا وصلنا الوحد نتيجة تنشوفوها واش هاد شركات اللي بدين دابا حاليا يعني قاموا بعملهم كيفاش تشوف الامر حلوض اللي هذا يعني باش مان بخصوش يعني عمل اهموا ممكن هذة الشركات يعني عندهم رؤية جديدة باش انه مدير تشتبير ديال القطع ولكن يعني مازال كنا اعطى في قطع انه اضافه في مدينة الداربيدة خاصة يعني في هذا البرنامج ويقومون ربطه دائما يعني لو كانت يعني واحد المقاربة تشاركيه لو كان ان مجلس مدينة الداربيد انه سيقوم بواحد العمل جيد وكذلك انها ستقدم المدينة اذا ربطنا غير ما يتعلق بالنفايج بشكلها العام يعني في الدفتارتي حمول الحالي انه افصل وهاد النقطة اللي هي كانت تطرح مجموعة من الاسئلة المجموعة من المسؤولين ما هي القرافة يعني او بقايا البناء الى حدود لحظة هذا القرافة ما زال بقايا في الشوارع ومجلس مدينة الداربيدة ما عندهش يعني اجوبة ما عندهش يعني كما تقوله واحد رؤية في هذا المسألة يعني بصح انه ندرنا واحد صور جديد اعطينا لواحد الشركات بتفتارتي حمولها الجديد يعني كان كما كانت يتقال ان مجلس مدينة الداربيد كانت عنده جرعة وكانت عنده ستشجاعة باش انه يفسخ مع الشركات السابقة وانه تكون واحد مرحلة جديدة قدر عن اضافة ولكن للاسف اليوم ما زالت نشوف هذه المسألة زائد تهت الشركات اليوم يعني يعني الدور دي الاليات المراقبة وتتبع وتنزيل الالتزامات اللي كانت في دفتر تحملات انها ضائلة منت تنجي تشوفها على منت تبقيت قيصة على مستوى المقاطعات تتلقى ان اليوم مدينة الداربيد انها عندها نقص في عدد الموضافين يعني مجموعة من الموضافين يعني مشروب تقايا يعني ما كانش موضافي اللي ممكن انها تكون عندهم يعني القدرة او الالية باش يتبعوا مثل هاد الاتفاقيات او مثل هاد دفتر تحملات على مستوى الواقع يعني اليوم اذا بغينا نحضروا غير على على النظافة يعني ما زال باق مجموعة من الشوارع فيها يعني رمي الاسبال بشكل يعني عشوائي اما من طرف المواطنين اما من طرف الشركات تكون واحد السباقية ولكن ما كانش هادك النظام كما تقولو فيه التوعوي تحسيسي للمواطنين انا موعد اهمية النظافة دي المدينة وكذلك انهم مشاركين في النجاح دي هاد هاد تجربة دي التدبير المفوض وكذلك الحفاظ على المدينة لكن على ذكرات التوعية والتحسيس انتوما كفاعلين جماوين تتحملوا جزء من المسئولية في هذا الامر صحيح ماشي مسئولية كلها ولكن دوركم هو توعية المواطن لانه تتحمل جزء كبير في هذا الوضع وكذلك المواطنين الذين يخرج من المنزل ديالو في عواض ميلوح الازبال في المكان المخصص لها كلها حفاظ كما اتفق في أي مكان وكذا يعني انتوما كفاعلين جماوين جماوين نظرتو باش تدخلتو في هذه الحملة تعتقدتو اياه نتكلمو ان انا كمسا مدنيا يكون مجموعة من الموادرات ما ننظرهش يعني على كيفية طريقة الشيغة ديالو يعني اسبقى بإمكانية الداشية ديالوهم بالعلاقات الخاصة ديالو ونهضره انما يعني ما كان شي طالب عروض من دارف في يعني مجلس مدينة الدربدة ليش يقول ان المجتمع المدني ممكن ان اطلقوه في هذا البرنامج لتوعي وتحسيس كذلك انا فضف شرط يحملها ديالشركات هم يخصون مبادره اما يقدروا يديرو بتنسيق على المجتمع المدني اما يديرو عبر وسائل تواصل يعني عبر مثلا مجموعة من القنوات والمجموعة من المواقع اللي ممكن ان تكون في مواصلات تحسيسية وتواوية للمواطنة المواطنة خاصة اشعر في هذه الشقة نظفة يعني اليوم ما زال اننا نعيش على تجربة السربقة يعني دائما ما نشوف هذه الشركة التي تتحرك الا في بعض المناسبة يعني ما نشوفها يعني واحد البرنامج واضح كيف ما نقول يعني متعيد الاضحاول هذه تحلل ان الناس مرتبطين غير النظافة للمدينة ومرتبطة غير علش ان كانت تشكل القلق لذلك الشركة وبقاوه هادك التجربة دي العيد كبير او عيد الاضحا تبقاوا يقوموا بهذا العمل بان باش غدا يقولوا ان المدينة كانت نظيفة وبان بالفعل الشركة تقاموا بادوار دياله بالفعل ممكن ان يديرو بعض الادوار ولكن كي النقص واليوم احنا كنت دورنا مثلا في التوعية والتحسيس اليوم انا نديرو مجموعة من المبادرات بغد نظر يعني وش ممكن ان يصل لغاية الادب دياله وكن رغم ذلك مجموعة من الجميعات والمجموعة ولا لاحظنا غير دابة في الكوفيد يعني الى لحتي مجموعة من المبادرات ديال الاحياء خاصة ممبادرات جميلة شفنا تجربة مثلا في لساس فا يعني في مجموعة من الاحياء كانت مبادرات جمعية كانت مبادرات جمعية والشغلوه وانقوا يعني والزناقية والديور والنقاط السوداء التي كانت تتعيشها في الحياة ولكن لم يلمسنا شيء منتخب أنه زار هذه الأحياء وأنه يفتح نقاش مع الناس أو استدعاهم من المكتب ويفتح معهم حوار كيف نقدرون ندور هذه التجارب كيف نقدرون أن نحافظوا على هذه التجارب هذه التجارب كينين ولكن توقفوا نظرا أن تكون غياب يتجاه وكذلك غياب آليات الدعم سأنتقلوا الملف آخر هو ملف المطرح البلدي تنعرفوا أن هذا المطرح هو نقطة سوداء في جبين هذا المجلس الحالي لأنه كانت قدم وعود على أن هذا المطرح ستتحل تقريبا ما يبقاش فيه المشكيل في شوتنبر 2019 حاليا بقينا نتجادب في هذا المطرح بقي شكل قنبلة بيئية بقي أضرار دياله تتنعكس على المجال البيئي وعلى المدينة الضربدة في نظركم شو تقيمكم بالتدبير المجلس الجماعي لهذه الملف أولا أريد أن يكون مجموعة من من المشكين بسبب هذا المطرح ستعرفوا أنه لدينا مجموعة من ضائعة الماء أو من تسربات المياه الذي كان في الجانب في هذا المطرح السببات في مجموعة من المواطنين يعني بكما قلت يعني أنا خاصة نقدمه تعازي لهذه الأوسر. واليوم يعني مجلس مدينة الدربدة لم يكن لديه جرأة انه باش يقدر يصالح المواطنين انه مقدرش يلتزم بالوعود ديله. يعني بالفعل انها كانت يعني في شو كان برده الفين وتسعة عشر انها خاصة يكون بدينة في المرحلة الجديدة قبل منها كانت مشكلة للعقار يعني من بعد سواء من بعد يعني اننا احنا كمشة من مداني اننا كنا ندرنا وقفة ونبددنا بالأوضاع بيئية داخل المدينة الدربدة وكننا في قلب يعني دورة دي المجلس مدينة الدربدة من بعد ما نعقدنا مع الوزارة الوصية يعني في شخص الوزيرة انها اشنا هما هما هي كقطع حكومي وكمسؤولة يعني وزارية على هاد الوضع البيئي دي المدينة الدربدة وكانت تقول بانها هي من الاختصاص هاد المطاريح هي من الاختصاص المجلس منتخبه وكن هي كشارك انها غادي تساهم باش اننا اليوما نصبحوا تنشاغلوا بالمطرح الجديد بوافق واحد المعايير جيدة يعني للأسف ان انا نقول اياها دي تنشاهي ان انا مكنش مكنش يعني يعني شي رؤية جديدة لهذا المطرح لكن ربما غير باش نكونوا واضحين انه الشركة التنمية الحالية شركة ضل بيضاء للبيئة افتحت واحد اعطات اعطات الانطلاق الواحد صفقة جديدة تخصت شغيل مطرح نفايات غير ذلك ال 11 هكتار وقلة بكلفة مالية قدرت تقريبا بحوالي ال 46 وهذا طالبات العروض انطلقت في غشت حاليا ربما في شوتنبير سيكون الحسم في هذا العرض هذا نتمنى ان هذا الملف يتم اغلاقه في نهاية الولاية الانتخابية سوف نرجع لك النقطة التي تعطي عليها على الأشجار وهذه المساحات الخضراء تنعرفوا ان المجلس يعني في دفتر تحملاته يقول بانه سنويا تتم صيانات 400 هكتار من ساحة الخضراء سنويا بغلاف مالي ينايز 184 مليون درهم ما هذا المبلغ وهذه المعطيات تتجسد على ارض الواقع ممكن ان كل يوم عمل من طرف بعض الشركات التي تم تفود لها هذه القضاء ولكن انا مية شجرة انها لا تنقيسها ولكن انا تبني مجموعة من الشوالي تأتي وضعه في اشجار وتتقطع وتتلعه وتتهرس زائد ان تتطريقة الزبر هذه الشركة المكلفة بالتدفير تكون طريقة عشوائية المجموعة من الاشجار رغم ان تقول لا انا باش انا تزيد انا تزيد تنعرفوا ان مدينة الضربة هي محتاجة الاكثر من صحة الخضراء ومنظمة الصحة العالمية اللي اعطيتش واحد المساحة اللي ممكن ان تكون لكل مواطن يعني لم تتوفرات ايضا في مدينة الضربدة ولكن اليوم انا كنت مجموعة من منتزهات اللي ما زالت تكون في السيانة دياله وتنعرف مثلا انا في مدينة الضربدة مثلا حديقات العرمية ومعرفش مجلس مدينة الضربدة كيف ندار في هذه الولايات يعني رغم ان كانت مؤسسة محمد السيح مدينة الضربدة وكان مجلس مدينة الضربدة ملزم انه باشي ديال السيانة وحفاظ على هاد الارث البيئي ولا هاد المنتزه البيئي اللي يخدم من المدينة للاسف اننا مكناش فيه واحد كذلك اننا مكناش مساحات جديدة شجلناها من ضرف هذا المجلس يعني ملقيناش مثلا بعد البلايس اللي كان فيهم يعني اسمنش وكان فيهم واحد الفضاء عمراني وحولناها الفضاء اخضر يعني تنشوفه جنب الدير بوسكورة يعني غادة مازا تزيد في اسمنش وتنحوله يعني الغابة الى مدينة اسمنشية تنجيه في وسط ديال المدينة تلقى يعني كل شيء انه تولي اسمنش لكن كنا كنا اشراقات يعني كنا الجامعة العربية كنا الجامعة العربية كانت نعم يعني كنا غير اعتم تهيئتها يعني غير اعتم تهيئتها يعني غير تحيئتها يعني ما شوش ان شجار جديد للي غير اعتداء وحد يعني انا كيفاش نقدر نشوفه كل يوم يعني يعني اذاك الشاطئ يعني الساحل للشاطئ للشاطئ يعني هذو كان مبادرات شمالكية يعني لا ممكن نحسبه على المجلس يعني ممكن ان المجلس جاء غير انه يوفر هذا الجانب المدينة لكن هذه كانت رؤية جلالية المالية في زيارات المدينة لكي يستطيع أن يحول هذا الفضاء إلى فضاء ترفيه الساكينة الدار بضاء مثل ما نقول ما هو أننا اليوم في بعض الأحياء التي سنحولها إلى اسمها مثل ما نحضر على الحي الناخل المعروف بالمي كان معروف كله بالفلاج وكل هذا الفلاج كان في مساحة خضراء بين عشيش ونضوحة تأتي إعادة تصميم التهيئة وتعطينا هذا الحي كله سيكون في إقامات يعني الزحف العمراني لم يراعي مساحة الخضراء ولم يراعي جمالية المنطقة هذا هو الباديد التقسير مثلا ما لقنا نحوونا لقنا خصصنا ستكون حادقة مثلا هذه المطراج التي ستكون فيها لكي يكون فضاء ترفيه للساكين مثلا ما نشوفه بعد لا تكون ممنوعا لا نسير الجوانب في مدينة من أجل نقص التلويت الهواء مع العلم أنه قلت أنه مخصص الميزانية كبيرة لقياس التلويت في المدينة لا نستطيع مبادرات وستطيع أن نشري آلية تضعها سؤال أخير سلميدي في عادة البرنامج سنتطرحه ما هي الرسالة التي توجهها للمسؤولين أنا أخبرت من السؤال الأخير نستطيع أن نضرها غير على المراحض مراحض العمومية باعتبارها نقطة في البرنامج في عجلة يعني نحن في المعارف لن نمسوش هذه المراحض التي تخصت فيها في مدينة يعني هناك مقاطعة يعني نستطيع المقاطعة ونحن في المعارف ما نعرف نحن في مدينة يعني المواطنين الذين يمرون من المقاطعة يتسئلون أين يتواجدون هذه المراحض العمومية نعم يعني كريسالة أخيرة ممكن توجهها المسؤولين والفاعلين الجمعويين أولا رسالة لفضل البرنامج هو أن نقول اليوم للمشامع المدني أنه يجب أن يكون صقل على الفعل السياسي وكذلك أن المنشخابين أنهم دائما نردون المبادرات المدنية كرافعة الـ 200 في مدينة الضاربيضاء باسمكم مشاهدين الكرام نشكر المهدي لاميناء فاعل جمعو في مدينة الضاربيضاء شكرا جزيلا على تتبعكم اشتركوا في القناة